موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء الطلبة نعود إليكم مرة أخرى وبدرس ممتع أيضا هذا الدرس من أحب الدروس إلى قلبي من خلال العنوان سوف نعرف لماذا أنا أحب هذا الدرس هذا الدرس يجعلنا نستمتع ونخوض في اللغة العربية بشكل جميل ونستفيد أيضا من خلال هذا النمط اللغوي الذي سوف يجعلنا يحرك عقلنا قليلا ننتقل إلى العنوان لكي نعرف ما هو عنوان النمط اللغوي لهذا الدرس هيا معين النمط اللغوي لدينا اليوم هو الجملة الفعلية أخذنا سابقا في الفصل الأول وأيضا من الصف الثاني ونحن نأخذ أنواع الجمل لدينا نوعان للجمل جملة اللي هي اليوم أننا سوف نأخذها الجملة الفعلية وهناك جملة أيضا ما هي يا ترى ها ما هي الجملة يا سلام يا سلام أحسنتم من بجائة الدرس وأنتم متميزون جملة اسمية بارك الله فيكم لدينا نوعان من الجمل جملة اسمية جملة فعلية اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الجملة الفعلية من خلال الفصل الماضي قمنا بتحديد كيف نعرف هاتين الجملتين وكيف نستطيع أن نميز بين هاتين الجملتين ولا نخطئ بينهما نبدأ درسنا بقراءة الفقرة وبعد ذلك سوف نلعب قليلا مع هذه الجملة الجميلة نفتح جميعا صفحة 55 يا أعزائي نقوم طبعا لدينا هنا النمط اللغوي الجملة الفعلية لدينا فقرة نقوم بقراءتها وأيضا في التركيز على الجمل الملونة لدينا في داخل هذه الفقرة لأننا سوف نستخدمها في داخل حل الأسئلة فهي يا أعزائي لنقرأ هذه الفقرة قراءة جيدة خرج جحى ذات صباح ليزرع حديقة بيته فأصابت فأسه شيئا صلبا فإذا هو دينار قديم نظر جحى إلى الدينار بفرح ولكن سرعان ما اكتشف أنه دينار مزيف اغتم جحى لذلك وهم أن يرمي الدينار المزيف فتوقف وفكر وزينت نفسه السيئة له أن يخدع به أحد الباعة فيشتري طعاما شهيا أولا يا أعزائي يوجد لدينا في داخل الفقرة هنا بعض الجمل الملونة قمت أولا بذكر أن الجملتين الإسمية والفعلية نقوم بتمييزها بشيء معين كيف نميز بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية هنا لدينا من خلال الفقرة هذه الجمل الملونة تبدأ بشيء وهذا الشيء الذي يجعلنا نميز الجملة من إسمية أو فعلية فهيا بنا لكي نستخلص أولا هذه الجمل وبعد ذلك نقوم بالتركيز عليها الجمل طبعا الجمل الملون لدينا الجمل الأولى خرق جحى فأصابت فأسه شيئا صلبا الجمل الثالثة نظار جحى إلى الدينار الجمل الرابعة ذينت نفسه السيئة نلاحظ الكلمات التي قمت بتلوينها باللون الأزرق ما نوع هذه الكلمات؟ هل هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ ها ركزوا على الكلمات سوف أعيد مرة الكلمات فقط الملونة باللون الأزرق خرقا أصابت نظر زينت رأينا هذه الكلمات؟ ها ما نوعها؟ أحسنت؟ مبارك الله فيكم إنها أفعال هذه الكلمات أفعال أفعال تذكروا العنوان الجملة الفعلية أفعال إذن هذه الجمل جمل اسمية أم فعلية يا السلام أحسنتم هي جمل أفعالية ننتقل لي السؤال صفحة خمسة وخمسون لدينا هنا السؤال يقول الجمل الملونة التي قمنا بقراءتها منذ قليل في الفقرة واستخلطناها وقمنا بتلوين الكلمات الأولى من هذه الجمل هل هذه الجمل اسمية أم فعلية ها أحسنتم إنها فعلية طارك الله فيكم أحددها السؤال القنباء يقول أحدد ركني الجملة الفعلية الملونة في الفقرة بوضع خط أسفل الفعل ودائرة حول الفاعل قبل أن نقوم بالرجوع للفقرة يجب أن نتذكر شيئا مهما وهو أن الجملة الفعلية لديها ركنان لديها ماذا؟ أحسنتم لديها ركنان أساسيا موجودين فيه لكي نقوم بالتعرف على الجملة الفعلية هذان الركنان لدينا الركن الأول فعل والركن الثاني فاعل هناك ركن ثالث أيضا ولكن سوف نقوم بتعلمه في وقت لاحق ولكن سوف أخبركم إياه في تمرين سوف نصادفه أيضا في خلال هذا الدرس سوف أخبركم الركن الثالث إذا الركن الأول هو الفعل الركن الثاني فاعل الذي قام بالفعل أحسنتم نعود للفقرة جميعا هذه الفقرة ولدينا الجملة الملونة نقوم بوضع خط تحت الفعل ودائرة حول الفعل فهي بنا نرى من سوف يقوم بالإجابة بشكل أسرع واحد اثنان ثلاثة هيا نبدأ خرج خط ممتاز جحة دائرة ممتاز أصابت خط ممتاز فأسه دائرة أحسنتم هيا سريع سريع نظرة خط أحسنتم جحة فاعل ممتاز بقيت لجملة الأخيرة هيا بسرعة زينت زينت ها دائرة أم خط دائرة دائرة لا أحسنتم إنه خط أحسنتم نقوم بالتركيز وفصل بين الدائرة والخط نفسه دائرة إذن أحسنتم 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 ممتاز كان هناك نشاط وأثناء حل هذا التمرين أعزائي قمنا بالتمييز بين الفعل والفاعل من خلال وضع خط تحت الفعل ودائرة حول الفاعل الذي قام بالفعل الآن يا أحبائي يا متمييزي ننتقل إلى صفحتها خمسة وخمسون مرة أخرى في هناك تمرين جيم يقول السؤال جيم أحاكي الجمل الفعلية مستعينا بالصوار هذه الجمل التي نراها أمامنا جمل موجودة في النص في داخل النادرة أو داخل القصة وقام هنا قمنا بوضع طبعا الكتاب قام بوضع الصور وهو يعلم بأنكم قادرون على محاكاة هذه الجمل نفسها ونقوم بصياغة جملة فعلية تحتوي على الأركان الاثنان والثالث طبعا الثالث الذي أخبرتكم عنه سوف أخبركم عنه في التمرين الثاني ليس هذا إذن نرى الصورة الموجودة على يسار الجملة ألف يقول ذهب جحا إلى السوق طبعا هذا الجملة موجودة في داخل النص هنا نرى من خلال الصورة كيف سنصيغ الجملة مطابقة أو محاكية لهذه الجملة أحسنتم ذهب مثلا محمد قمنا بالتسمية لكم الحرية في التسمية ليس بالخص أن يكون محمد ممكن أن نقول ذهب الرجل أو ذهب الولد أي كلمة ترونها مناسبة نقوم بكتابتها أهم شيء يكون فاعل ذهب محمد إلى الندي الرياضي ننتقل ننتقل إلى هنا الجملة التي حضرت من النص نقول أخذ البائع الدينار نقوم بالنظر إلى الصورة في يسار الجملة و نقوم بصياغة جملة فعلية محاكية لهذه الجملة التي قمنا بخراءتها من خلال الصورة استخلص من يقول لي أحسنتم يا سلام ما هذا التمييز اليوم اليوم أرى هناك نشاط وحماس في داخل الصورة أخبرتكم بأن الجملة الفعلية من أحب الدروس إلى قلبي ننتقل إلى صياغة الجملة ونقول مثلا أخذت الفتاة ألفاقة مثلا أو ممكن أن نقوم بتسمية الفتاة مثلا نقوم أخذت فاطمة مثلا أو نقوم بتغيير كمية الفتاة إلى البنت لكم الحرية في اختيار الفاعل ننتقل إلى جيم هنا اشترى جحة ابريقا جديدا اشترى جحة ابريقا جديدا طبعا من خلال القصة هنا لدينا الصورة نراها أمامنا طبعا رجل وهنا يشتري ماذا اشترى أحسنتم اشترى سيارة نقوم بصياغة الجملة كالتالي نقول اشترى مثلا سالم سالم مثلا سيارة جديدة أو ممكن نقول اشترى الرجل سيارة جديدة أو اشترى خالد سيارة سيارة جديدة لكم الحرية مثل ما قلت لكم كل الحرية ولكن اهم شيء ان نقوم بالكتابة بشكل صحيح وايضا التشكيل بشكل صحيح ننتقل يا اعزائي الى صفحة 56 لحل السؤال الثاني هنا مثل ما قلت لكم بانا سوف اخبركم الركن الثالث انا اريد ان اخبركم عن الركن الثالث لكي يكون لديكم معرفة بالركن الثالث من اركان الجملة الفعلية اركانها فعل وفاعل والركن الثالث المفعول به هذا المفعول به تخزينه في عقولكم الصغيرة لانكم سوف يكون معكم الفعل والفاعل والمفعول به الى ان تخرجون من الدراسة حتى انتم تكملون الدراسة سوف يكون معكم الفعل والفاعل والمفعول به ايضا لدينا هنا السؤال يقول اصل بين الاعمدة لاشكل جملا فعلية صحيحة ثم اكتبها لدينا اربعة اعمدة العمود الاول يحمل الافعال العمود الثاني يحمل الفاعل العمود الثالث لدينا المفعول به اما الرابع هنا الجملة التي نقوم بتكوينها من خلال الربط بين الفعل والفاعل والمفعول به نبدأ ب اول عمود اول كلمة لدينا هي يكتب من الذي يكتب يا ترى الجندي ام الشاعر ام التلميذ ام المسلمون يكتب احسنتم الشاعر ماذا يكتب الشاعر ممتاز اذا لدينا يكتب الشاعر قصيدة احسنتم وبعد ان نقوم بتكوينها نقوم بكتابتها في الاعلى بهذا الشكل نرى يكتب نحرص اثناء الكتابة يا اعزائي على الكتابة على الخط وايضا بالكتابة بشكل جميل وايضا بالتشكيل اهم نقطة لان التشكيل مهم جدا اثناء الكتابة يجعلنا نميز بين الكلمات وايضا عندما نأتي لقراءتها مرة اخرى تكون واضحة لدينا ننتقل الى تشكيل الجملة الثانية ولدينا يصلي من الذي يصلي القندي ام الشاعر ام التلميذ ام المسلمون احسنتم المسلمون اين يصلي المسلمون احسنتم في المسجد اذا هذه هي الجملة الفعلية الثانية يصلي فعل الفاعل لدينا المسلمون المفعول به لدينا في المسجد اذا سوف تصبح لدينا الجملة بهذا الشكل يصلي المسلمون في المسجد احسنتم ننتقل الى الجملة الثالثة وهي يحمي من الذي يحمي هل الجندي ام التلميذ أحسنتم الجندي ماذا يحمي الجندي بارك الله فيكم الوطن الغالي هذه هي الجملة الثالثة يحمي الجندي الوطن الغالي نقوم بكتابتها في العمود الرابع بهذا الشكل يحمي الجندي الوطن الغالي آخر جملة لدينا وأتمنى بأن تكون جميعكم يا أعزائي الطلبة مثل هذا التلميذ ينجح التلميذ المقتهد إذن ينجح فعل أحسنتم والتلميذ أحسنتم فاعل والمقتهد يا سلام رائعون مفعول به حفظوها جيدا مفعولا به إذن الجملة تتشكل لدينا بهذا الشكل ينجح التلميذ المقتهد ممتاز ظهرت لدينا الجملة بهذا الشكل ينجح التلميذ المقتهد مثلما أنتم مقتهدون ومتميزون وأيضا عباقرة في استخلاص الجمل وتكوين جمل اسمية وفعلية وتمييذ بين الجملتين وأيضا معرفة أركان الجملتين ننتقل الآن يا أحباء إلى صفحة 57 لحل التمرين رقم 3 يقول التمرين رقم 3 أكمل الجمل الفعلية بما يناسبها من الصندوق لدينا الصندوق يحوي بعض الكلمات وهذه الكلمات نقوم بوضعها في الجمل الموجودة في داخل هذه الصورة التي توضح لنا خطوات الزراعة أو غرس البذور وفي النهاية كيف تكون النتيجة هذا التمرين صحيح بأنه تمرين ونقوم بحله ولكن يوضح لدي فكرة وهي أنني إذا غرست شيئا وقمت بالاهتمام به في النهاية سوف يظهر نتائجه علي إذا ذكرت جيدا وقرأت جيدا واستمعت لمعلمتي في أثناء الشرح سوف أنجح وأتميز وأصبح الطالب المجتهد المميز الذي تفتخر به المعلمة وأبويكم أيضا نقرأ أولا هذه الكلمات في الصندوق الكلمة الأولى لذيذة والثانية من التربة البذرة الطيبة الفلاح أول صورة لدينا هي طبعا لدينا الفلاح ماذا يفعل من خلال الجملة طبعا الجملة لدينا موجود فيها ركنان بقي الركن الثالث ما هو؟ ما هو الركن الثالث؟ أحسنتم المفعول به ممتاز إذن لدينا هنا الفعل ولدينا الفاعل بقي المفعول به يغرس الفلاح ماذا يغرس الفلاح نراه من داخل الصورة الموجودة أحسنتم يغرس البذرة ننتقل بعد غرس البذرة ماذا حدث؟ ماذا فعل المزاء الفلاح أو المزارع نفس المعنى ننتقل نرى الجملة هنا يسقي يسقي ما نوعها يسقي؟ ممتاز ممتاز إنها فعل أحسنتم من ناقص هنا لدينا؟ فعل وماذا بعده؟ ها؟ يا سلام أحسنتم ممتاز هو الفاعل إذن ناقص هنا لدينا الفاعل أولا يسقي فعل الفاعل من هنا الفاعل؟ ممتاز إنه الفلاح إذن نكمل الجملة تصبح يسقي الفلاح الأرض ننتقل إلى الجملة الثالثة تخرج النبتة ها؟ من أين تخرج النبتة؟ يا سلام أحسنتم من التربة هنا لدينا الفعل تخرج الفاعل النبتة من التربة لدينا مفعولا به ننتقل إلى آخر جملة لدينا وهي تنبت الشجرة قلت لكم من خلال فهم الصورة الشجرة الطيبة ثمارا أحسنتم لذيذة تنبت الشجرة الطيبة ثمارا لذيذة مثل ما قلت لكم عندما نقوم بالاهتمام بشيء ما يكون لدينا هدف يجب أن نقتهد لتحقيقه وليس فقط يكون بداخلنا أريد أن أنجح أريد أن أصبح الأول أريد أن أتميز ولكن بدون عمل بدون مذاكرة وبدون اهتمام بالقراءة وبدون مشاركة في داخل الصف هذا لا يجعلني متميزا ومكتهدا ولا أصبح الأول مثل ما أنا أطمح وأريد يجب عندما أضع هدفا في عقلي أقوم بتحقيقه بالعمل وليس بالكسل وليس بالتمني أيضا صحيح أقول أتمنى أن أصبح الأول ولكن كيف أصبح الأول وأنا لا أذاكر ولا أقوم بتحضير دروسي ومراكعة دروسي السابقة ومراكعة دروسي الجديدة ومراكعة بشكل يومي إذن العمل ثم العمل وثم العمل لتحقيق تلك الأهداف التي نحلم ونطمح بتحقيقها الآن يا أعزائي نصل إلى القاعدة الشيء الذي أريدكم بأن تركزوا عليه جيدا قاعدتنا التي استخلصناها من هذا الدرس اليميل والممتع هي أن الجملة الفعلية تبدأ هذه هي القاعدة تبدأ بفعل ممتاز أحسنتم الركنان الجملة الفعلية لدينا ركنان وقد قمت بتعليمكم الركن الثالث وهو المفعول به أركان لدينا الآن الشريحة نراها أمامكم القاعدة لدينا الجملة والفعلية تبدأ وبفعل وأركان الجملة الفعلية لدينا ركنان هما فعل وفاعل والركن الثالث أحسنتم مفعول به أنهينا درسنا لهذا اليوم ما رأيكم يا أعزائي هل ممتع كما قلت لكم من بداية الدرس هل استمتعتم يا سلام شكرا لكم جميعا يا أعزائي على الاستماع لهذا الدرس والآن يجب أن تقوموا بتطبيق الجملة الفعلية في حياتكم حتى تطبيقها في المنزل في المدرسة لأنها جملة جميلة وممتعة هي ليست أجمل من الجملة الفعلية الجملتين تحمل الكثير من المتعة ولكن القريبة إلي هي الجملة الفعلية لأن يوجد بها عمل وهذا العمل يجعلني أستمتع بالجملة الفعلية الآن أقول لكم أستودعكم الله وأترككم بحفظ الله ورعايته وكونوا متميزين وأسعوا لهذا التميز وابتعدوا عن التكاسل والقراءة اهتموا بها جيدا يا أعزائي أعلم بأنكم تقرؤون ولكن أكثر من القراءة لأنها مفيدة جدا يا طلاب المتميزين وإلى اللقاء في درس آخر وليحفظكم الرحمن أينما كنتم ترجمة نانسي قنقر